حمل المساعد السياسي للأمين العام للأمم المتحدة تايبروكزيرهون إسرائيل مسؤولية ما يجري في فلسطين من أعمال عنف وأرجع ذلك إلى استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وتلاشي فكرة إقامة دولة فلسطينية وحذر إسرائيل من أن ما تمر به المنطقة لا يمكن حلها عن طريق استخدام وسائل العنف من جانبه دعا رئيس مجلس الأمن الدولي ومندوب أسبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة رومان أيرزور مارشيسي ألدعى المجتمع الدولي إلى العمل من أجل إيجاد أفق سياسي يسمح بتطبيق مبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وأكد رئيس مجلس الأمن في ختام الجلسة المفتوحة التي عقدت اليوم حول الشرق الأوسط أكد على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقيات الوضع الراهن للقدس